مرحبا برج الجدي اهلا بكم كرت الموت كرت برج العقرب شركك اصلا ما قاعد يتعامل مع مشاعره وصل الى مرحلة قرر بينه وبنفسه انه مو قادر ان يتعامل مع فقدانك مو قادر يتعامل مع حتى انه يقعد بينه وبنفسه يقول ايه فعلا انا خسرت هذا الشخص مو مستعد فعكس هاي الطاقة عنده طاقة الهروب طاقة النسيان طاقة الابتعاد طاقة انه الهي نفسي بشي ثاني مثل ما تشوف هني هذا كرت برج العقرب الموت في الكثير من الاشياء القديمة اللي يجب ان تنتهي او تتحول عشان الروح مكان جديد هذا الشخص قرر انه يروح يمضي قدما ولكن لحد الان ترى ما تعامل مع مشاعره لحد الان ما استوعب ما قرر بخصوصك كرت برج القوس وراها الرجل المعلق شريكك الحين في حالة الهاء في حالة الهاء في حالة صبر في حالة اتباع سياسة النفس الطويل قاعد يثبت لنفس الشيء كبرياء انجرح اوكي مشاعرات يجعلك احس عنده نوع من اللوم عنده نوع من الاشتياق ولكن قاعد اللوم قاعد يقول كأنما بسبب برج الجدي هذا الشيء صار لو برج الجدي ما سوا انا ما سويت عنده ايضا مشاعر لوم الرجل المعلق ما اخذ سياسة مو بس النفس الطويل تعرف اللي احنا نقول نخلي الكدر على نار هادية لحد ما تستوي الطبخة مو مستعجل مو مستعجل هذا الشيء كلي قاعد ينبع من عنادة وتمسكها بالامور لان الرجل هذا معلق متمسك بالشجرة متعلق بالامور لحد الان ما غفر لك اذا انت صدر من جانبك اخطاء وتقتر ما غفر لك نفس الوقت ما تعامل معها مع اخطائك مع اخطاءه في طاقة الهاء انزل لحد الان يشتاق لك لحد الان عنده امل بما انه قاعد يسوي كل هذا الشيء لان لو ما عنده امل وقطع امله منك لان اصلا اخذ كل هاي المشاعر القديمة وقطعها تخلص منها ما تشوف هنا في طاقة تخلص طاقة رحيل ذهاب مؤقت لحين اشعار اخر سؤال لي بعد هل الشريك راضي وسعيد بالانفصال خمسة السيوف مو راضي ولكن كأنه يقول غصبا عليه كان لازم هذا الشيء يصير لان اذا الشيء ما صار ما راح احصل اللي ابيه ما حد يقدر نفوز في هذا السيناريو سيناريو خمسة السيوف لازم حتى لما تفوز يكون في ثماني ندفع على حساب احد ثاني على حساب شخص اخر راح تفوز لازم مثل ما نقول احنا تقوي قلبك بحيث انه هو قاعد يقول غض النظر يكون بين الفصال مؤقت او حتى دائم ما اقدر اخسر مرة ثانية اخسرني مثلا اكون في علاقة مقتنع فيها او معاجبتني او شخص يحاول يتحكم فيني او شخص يحاولنا عند هاي النوع من الطاقة احتمال انك تتعامل مع عقرب قوس عندنا هني ايضا الابراج الهوائية دلوميزان جوزاء كرت العاشقين العاشقين ترى مو دائما يتكلم عن السول ميت سكرت العاشقين هنا يتكلم عن الخيارات فيه خيارين عند شركك احتمال كبير برج هوائي بس مو شرط ما اخذ طاقة الابراج الهوائية اللي تقول عندي خيار رقم واحد عاشقين فيه اثنين خيار رقم واحد اني اصبر عليه وانا معاجب من الوضع مو مقتنع واواصله انا مو مقتنع في اشيى لازم اضطر اتحملها معاه او اتركها لحد ما اخلي برج الجدي او هو اللي مستعد يعطيني اللي ابي شنو الشريك كان يبي منك بالضبط انت اللي تعرف شنو اللي كان ناكسه شنو اللي كان معاجبة في العلاقة مستعدنا لدرجة انه يتخلى عن العلاقة عشان يحصل على مراده اوكي مو سعيد ولكن هو يقول هذا اختياري وراح اقف بجانب خياري لحد ما احصل لي ابي عناد اكثر ثلاثة الاخصان شركة قاعد يقول لي هني اما احصل كل شيء اما كل شيء اما ما ابي ولا شيء لا ابي هذا الشخص يكون موجود في حياتي ولا ابي اي شيء اسمع عنه ولا ابي حتى اخبار تأتيني عنه رح اهتم بنفسي اطلع في الشمس اسافر اغير اتعرف على ناس اخرين لان هذا الشخص اللي انا اخترته قبل ما اعطاني اللي ابي ما فهمني او ما قدرني عنده مشاعر لوم مشاعر ردة فعل السؤال اللي بعده ما هي خطوة القادمة تسع الخماسيات رح يستمر برج العقرب ما يتنازل او ما ما يقرر شيء وبعد ان تشوفه خلاص ينفض طوبة ويتخلى عن الشيء اللي يقرر لا برج العقرب ماستر الابراج المائية يبتدي ببرج العقرب كرت الموت ينتهي بكرتك انت شريكك تسع الخماسيات ونصمم اذا كان رجل اتشوفه مصمم مليون بالمية ان يعوض خسارته فقده للعلاقة لان انجرح كبرياء ما اقدر احصلك بالشكل اللي اخوة يبي يبيك لحد الان احبك لحد الان اي ما انكر هذا الشيء لكن يبي حصلك بالطريقة اهو اللي في باله تسع الخماسيات اذا كان رجل مصمم مليون بالمية انه يفتح لمشروعه وصير صاحب جاه صير ناجح مو بس صير ناجح يهتم بشكله صير رشيق حتى اذا كانت امرأة مصممة انها تهتم بشكلها تهتم بنفسها تضع نفسها فوق الاخرين تصل الى اهداف مو سهل لنا الواحد يوصل لها عند خطوة القادمة مو تجاهك انت خطوة القادمة تجاه نفسها الوصول الى المعالي لوحدي اعوذ خسارة علاقة حب بنجاح مالي نجاح عملي نجاح حتى شكلي رضا عن نفسي المزيد من طاقة الماء عقرب حوت سرطان فارس الماء اه سوري فارس الاكوب فارس الاكوب هني شن خطوة القادمة يأتيك بكوب من الحب لا احسن شكلي احسن وظيفتي اخلي صيتي يوصل بين الناس ان انا الامير الاعزبة او الاميرة العزبة عشان برج الجدي او هو اللي اصير مستعد يقوم بالتضحيات والتغيرات وعند احتمال ايضا ان شوف شخص متزعزع هني نوعا ما ثقته بنفسه متزعزعة فك انا ما يقول راح اول شي احسن من نفسي احسن من دخلي ارتب اموري مع اهلي حتى شكلي بعدين اتوجه نحو الحب بعدين اريد حتى افكر ان افتح صبحة جديدة مع برج الجدي يكون عندي ثقة بما فيه الكفاية كارت الجاجمنت خروج الاموات وعودة الاموات الى الحياة بوق اسرافيل يصحون من النوم يطلعون من القبور مو بس تغيير شوية في الشكل ورتوش وتحسين لا لا تغيير مليون فلمية يعني مثل ما نقول شلو ان القبط صير اسد هاي النوع من التغيير متوجه نحو اهداف كبيرة بس ايضا ما اتشوفها نحوك انت لا هو شل حاجة داما اصير انسان احسن احسن من دخلي من شكلي عشان بعدين تكون عندي فرصة افضل مع شريك برج الجدي لحد الان ما انهم الفايل اللي بينكم ما انهم الامل او ما قطع الامل لحد الان الامل مفتوح بس يحس بينه وبين نفسه انه يحتاج نتائج فعلية جسدية عملية عشان يحس انه واثق بما فيه الكفاية ويطلب الرجوع يعتمد هنا من الجنس اذا هو الرجل وهو راح يطلب الرجوع او رد يفتح معاك موضوع اذا انت اذا انت الرجل وهو يتوقع ان عقب ما يحسن من وضعه انت اللي تتوجه نحوه وتطلب منه يعتمد على الجنس هنا المزموعة اللي بعدها العزاب اول سؤال الشخص القادم بطريقك مواصفات الشخص القادم بطريقك يا برج الجدي عندنا كرت برج الحوت العالمة الشخص احنا نقول عنا سكيتي كتوم ما يتكلم وايد بس مو خجول لا ما يتكلم لانه ياخد وقته يطالع الناس يراقبهم يفسفسهم يعرف الزين من الشين يقيمهم ذكي ذكي جدا يراقب من بعيد بدون ما ينخرط او شي يراقب من بعيد وقرر هل انت مثلا تصلح لأولاك قبل ما يدخل في حياتك ياخذ عنك يحاول يجمع كل المعلومات يتطقص يقيم يبخبارك حتى يلاحظ اسلوبك في الحياة تصرفاتك انت تحب تسافر ما تحب تسافر انت متحرر انت متدين ياخذ علومك قبل حتى ما يدخل في حياتك عقب يدخل في حياتك عقب كأنما احسهني بعد هذا الشخص اول شي دائما يحاول ان يحصل على ثقة الاخرين اوكي يعرفك على نفسه عن طريق مثلا رسمي يخلي وجهي يصير مألوف في حياتك انه شفتك كذا مرة في كذا مكان بعدين يفتح معاك باب الحديث عني وعنك عندنا هي طاقة برج الحوت طاقة الابراج الهوائية في السيف الصغير دلو ميزان جوزا الخماسي الاول اللي يكون تقديم هدية عرض احس هذا الشخص حتى لما يبتدي كلمك عن الارتباط او الدخول في علاقة طريقة كلامه جدا عملية رسمية يمكن هو ايضا برج ترابي عشان شذي واقعي ورسمي بس يحب يتكلم في التفاصيل انزين وحب يكون صريح معاك من البداية يشوفك هل انت رح توافق وما توافق شنو افكارك تتناسب مع افكاره في البداية ما عنده حب عنده لاتكتو بزنس خلا نتكلم عن توافقي وتوافقك خلا نقرر او شي بعدين احنا لاحقين على الحب هذه نوعية الشخص وظيفته شكله كرت برج الجوزاء العاشقين الامبراطورة كرت برج الحمل البرج هذا كرت ايضا برج العقرب هذا الشخص احتمال كبير من ناحية الوظيفة انه يعمل في البناء او المقاولات او على الاقل بيع هذه النوع من المواد التي تستخدم في البناء احتمال ايضا انه عندنا كرت الامبراطورة انه يعمل في مجال الانجاب التوليد الخصوبة عنده عيادة يعمل فيه عيادة بس شي يخص الانجاب والخصوبة والمعالجة اوكي العاشقين مسؤول عن التحليلات مسؤول عن المختبر هذا النوع من الوظائف مختص بالمشاكل الزوجية مختص بالمشاكل النفسية عنده كثير من النضوج مره وعليه الكثير من الازواج عشان تشوف حتى طريقة كلامه معك شوي رسمية في البداية ما يدخل من باب الحب يدخل من باب التوافق والعرض شكله عملي مقبول على اقل تقدير يميل الى الطول اكثر من القصر طوله اما متوسط اما شوي اطول من المتوسط اوكي عائلته حس عنده نوع من ما بقولك عائلة مفككة ولكنها عائلة ليست مثالية اوكي حتى طريقة اسلوبه في الحياة حس مو مثالي عنده شوي اطباع غريبة عنده شوي اطباع مثل التدخين مثلا اوكي اوكي متعاد او عدم الجدية ما تصلح معه لازم تكون متواجهة لازم تكون واضح انت ايضا معه مثلا اذا انت اعزب ومستعد ان تكون في علاقة تكون واضح من البداية لان هذا الشخص راح يصدق اي شيء انت تقول له ويأخذك على محمل الجد انت اللي عندك هني المفتاح ستة الاكواب هذا الكوب يقول لك لا تقعد تنتظر شخص من الماضي لا تقارنب شخص من الماضي ولا تتسوي افتراضات بخصوصه شخص لانه شوي يحسه غريب يجمع ما بين تقليدي انسان تقليدي انسان ايضا خلا نقول متحرر في بعض الصفات من كل جانب فلا تحاول انك تحطه في تحت المجهر وتفهمه صعب انه تفهمه يمكن يكون من الابراج عشان يمكن حوت لان الحوت غامض ما تفهمه بسرعة غموض الحوت الكوب الاول لما يأتيك ويعرض عليك هنا ايضا يعتمد على الجنس لما يأتيك ويعرض عليك الحب لا تتبع معه لا طاقة تلاعب لا طاقة تغلي ابدا العكس خليك واضح صريح ودائما كلم عن انت شلون تحس اذا شفت مننا خطأ اذا شفت مننا خطأ لازم تصارحه هذا كوب الصراحه اللي انت سويته حسسني بكذا كذا كذا اوكي لازم تكون مستعدة انه تفتح معه صفحه جديدة انت ايضا احسك كأنه ما يبرج الجديد عندك اما تعلق او تنتظر او تتأمل شخص من الماضي خلا نشوف المرتبطين واول سؤال كيف يراك الشريك عندنا هنا جسعة الاخصان سبعة الاكواب طبعا القراءة ممكن تكون عكسية السيف الاول شريكك قاعد احس انه هو اللي قاعد يحاول يغير يقنعك بشي عنده حجة عنده قضية عنده جدال يبي يقنعك انه مثلا نسافر ننجب ابناء اكثر او حتى ما ننجب ابناء في الوقت الحالي ندخل في مشروع معين نتطور في مجال معين عنده قضية عنده شيء عنده محادثة من القلب للقلب يريد ان يكلمك فيها لانه يحس انه انت قاعد يتأخر الموضوع في موضوع انت قاعد يتأخره مع الشريك ممكن يكون موضوع ان نكبر العائلة انه نخته خطوة جادة ممكن انت تقول له مثلا لا لحد الان ما امننا مستقبلنا احنا ممستعدين اهلنا ممستعدين عندك تخوف انت متمسك في هاي الشهر ينزل نشوفك ان انت متمسك بالوضع الحالي بالوضع اللي فيه امان المنطقة المعروفة وهو اللي قاعد يدفع التغيير بالسيف الاول سبعة الاكواب شريكك عارف وحاس فيك كأنه ما يشوف انه انت خايف من العواقب ايه عواقب؟ عواقب التغيير اللي تأتي مع سيفه مع هاي المحادثة الصريحة ان مثلا احنا ما يصير نضل في هاي الدولة لازم ننتقل دولة ثانية احنا غلطنا في هاي الشي لازم نعتذر من فلانة انت هني كأنما خايف مو من الشي نفسه ولكن نتائجه خايف احد يشوفك ان انت ضعيف ان انت مو قوي ببرج الجدي من الابراج القوية اللي تتحمل خايف من عواقب الاستثمار اللي مثلا يحاول شركك ان يطرح عليك اوهو يشوف عندك نوع من التخوف مو متشجع كثرة الى ان تاخده خطوة الى الامام اوكي خلننشوف السؤال اللي بعده ما هي نقاط قوتك في العلاقة ثمان الخماسيات اكثر شخص متجتهد اكثر شخص يستمر في الاجتهاد سهل انك تجتهد لمدة ساعة ساعتين وتمشي من اللي يستمر في الاجتهاد لفترة طويلة برج الجدي لانه قوي لانه يتحمل يستمر ثمان ساعات انت مو تجتهده هاي من النقاط قوتك في العلاقة مع الشريك ما تستسلم بسهولة وتقطك الشيء والخلاص مع السلامة ما تزعل بسرعة انسان منطقي واقعي لانها هي طاقة الخماسيات سبعة الخماسيات باقي الابراج لما مثلا يشوفون عقبة يشوفون صعوبة يشوفون ان الموضوع اللي جدامهم حلمهم رح يطول يستسلمون يتعبون ييئسون مو انت انت الثابر وتتخطي كل العقبات هذا من نقاط قوتك في شراكتك وايضا كأنما حسي هنا ما تاخذ لا احد يقول لك لا مو معناتها انه خلاص رح تاخذ اللأ مالتهم وتعيش فيها لا ما تقبل اجابة لا تظل الثابر وتحاول الا ما تخترق شيء الا ما تحقق اللي في بالك عناتك في محلة عندنا كرة برج السرطان العربة شوف من نقاط قوتك ان انت دائما تجد طريقة عشان تخلي شريكك احس انه هو مميز وانه هو فخور فيك وان ان انت يمكن الاعتماد عليك وان ان انت قوي الحصان ايضا رمز القوة والسرعة هذي من نقاط قوتك في العلاقة خلا نشوف كيف التوافق بينكم لشهر ثماني اغسطس عندنا كرت الامبراطور السيف الصغير وكرت القوة كرت برج الاسد تقريبا هني عندنا طاقة جميع الابراج فما رح احدد برج معين هني برج الاسد وهني عندنا الامبراطور برج الحمل التوافق بينكم لشهر ثماني اغسطس انت مثل ما قلت لك اما انت اما الشريك في طاقة هني شخص الامبراطور دائما هو اللي يكون مو متشجع انه مثلا يغير في شيء يببي يضل على الوضع الحالي واحد منكم يببي يكبر الاسرة واحد منكم يببي ينتقل مثلا من بيت العيلة واحد منكم يببي يدخل في الزواج الثاني مو مستعد الثاني يقول وضعنا تمام وضعنا امان ليش نغير لمن احنا مرتاحين الشخص الثاني هو اللي قاعد خلال شهر ثماني رح يحاول حتى لو على الاقل بدايات التغيير يجلبها للشريك ممكن انت ممكن شريك هني السيف الصغير تحاول ان تستفز او يستفزك حتى يقنعك عنده حجة السيف الاول السيف الصغير عنده حجة يحاول يقنعك فيها يحاول يخليك لان اشوف مو قتلك مجتهد مو قتلك قوي انت شريكك يعترف هني ان يحتاج الى انك تكون معاه 100% متفق معاه وتؤمن حتى بالوجه اللي حاطنها بالمكان الجديد عشان العربة تمشي العربة ما تمشي بحصان واحد فانت لازم تكون مقتنع عشان تعمل معاه حيكون احس شهر مليء بمحاولات للاقناع والنقاش بينك وبين الشريك في واحد رح يكون كاثنينكم عندك كرتين ميجر كرتين رئيسيين واحد برج الاسد واحد برج الحمل لكن احس هنا طاقة برج الحمل اهو اللي قاعد يتصرف جذيه بدافع الخوف طاقة برج الاسد اهو اللي صاير شجاع اكثر يحب المخاطرة اكثر ويعتقد انه هو صح وفعلا نحس انه هو صح اكثر يطلب شي في تغيير يطلب شي في انتقال ومتمسك ايضا براية ولكن ما يبيضغط عليه كوايد رح يحاول انه يقنعك بطاقة السي اوف ترامو بطاقة الحب بطاقة الاقناع الكلام المناقشة شهر مليء بان شريكك بشكل خاص اهو اللي يتحداك في رأيك اهو اللي يتحداك في وجهتك اوكي